هذا البرنامج برعاية أمان كابتر مشاهدين أهلا وسهلا مرة جديدة معكم في حقيبة الجو سأتناول في هذه الحلقة موضوع عن التحليل الفني سنبدأ من السفر نتعلم فيه التحليل الفني طبعا سأتناول دعم والمقاومة كيف نبني خطوط الاتجاه الشموع اليابانية المؤشرات موجات إليوت وفي بوناتشي عدة أشياء أخرى سأحاول أن نغطي كل التحليل الفني حتى لو لم تكن عندك أي معلومة عن التحليل الفني سنتعلمه سويا سأبدأ طبيعي أبدأ بالدعم والمقاومة وأيضا بخطوط الاتجاه بداية كما هو معروف يعني الأسعار تتحرك وبالتالي هناك ثلاث اتجاهات يا بيصعد يا بيتراجع يا بيذهب أفقية طبعا في الاتجاه الأفقي اتجاه أفقي يعني ليس فقط سعر واحد هو داخل منطقة أفقية محدودة وبالتالي لاحظوا الأسعار هنا كيف تصعد وترتفع ولكن تبقى محصورة داخل قناة الخط الأعلى للقناة والخط الأدنى للقناة الضلع والضلع التاني انتهينا من الاتجاه الأفقي سأأخذ اتجاه مثلا بيكون خلينا نقول صاعد ماذا أعني باتجاه صاعد في عدة تسميات لكي أحدد ان الاتجاه هو صاعد غير انه ترتفع الأسعار مثلا بالنسبة إلى القمم والقعان دائما ما الاتجاه والأسعار تسجل قمة وثم تسجل قمم وقعان كيف هي الحال طبعا بالاتجاه الصاعد كما نشاهد هناك خط الترند أو خط الاتجاه كيف أرسمه أذهب بالاتجاه الصاعد إلى القيعان وليس إلى القمم وبالتالي هذه القيعان هي مثل عم نشهد يحملها خط الاتجاه وبالتالي تصعد وتستابع الصعود ونشاهد هون القاع الأول ثم القاع الثاني وبالتالي هون اللي عم يحصل أنه القيعان هي صاعدة وأيضا القمم هي صاعدة وبالتالي منقول يعني القمة أعلى من القمة الأولى وأيضا يعني أيضا القاع التالي أعلى من القاع السابق وبالتالي يستمر بالصعود ويساجل هذه القمة والقعان ولا يخرج من تحت هذا الخط اللي هو الخط ترند الصاعد وبالتالي هذا الخط مهم جدا لأنه يحمل الأسعار يحمل الاتجاه صعودا وبالتالي هذا هو الاتجاه الصاعد إذا تعرفنا على الاتجاه الأفقي روح سايدويز أو شاهدنا أنه في عنا أب ترند اللي هو الاتجاه الصاعد مع المصطلحات باللغة الإنجليزية وشاهدنا القمم والقعان الآن نذهب إلى الاتجاه الغابط يعني عندما الأسعار تتراجع وتستمر طبعا هون خلينا نشيد أنه بالاتجاه الصاعد أنه يحدث أنه بالاتجاه الصاعد هذا الاتجاه الرئيسي الصاعد دائما ولكن يحصل هناك اتجاهات سنوية هذه الاتجاهات هي مثلا غابطة تعتنع من الزخم من الأكسجين من الدفع ليستمر الاتجاه بالصعود يعني شاهدنا الصعود بعدين تراجع ولكن تراجع دائما يصطدم بخط الترند ثم يرتفع مرة جديدة يصطدم بخط الترند لا يكسره لا يختاركه ثم يصعد مرة جديدة يحصل بعض الأوقات أيضا أنه يصبح كسر للخط لبعض الشموع ممكن أنه يكسر ليومين ممكن يكسر لأربع ساعات ممكن يكسر لثمان ساعات ويمكن يكون الكسر هو وهمي ليس كسر حقيقي يكسر ثم يعود مرة جديدة إلى الخط ويتابع صعود وبالتالي كان كسر وهمي لم يكن كسر حقيقي ليكن كسر حقيقي لازم يكون فيه كسر عند مستويات الكسر خط الترند يكون فيه تداول أحجام عالية جدا صار فيه تداولات وأيضا استمرار تحت الترند على الأقل جلستين ثم ممكن أنه ياخد اتجاه جديد سنشاهد كلها الأشياء أرسان بسياق الحلقة ولكن بس نريد أنه بالاتجاه الصاعد فيه اتجاه رئيسي وفيه اتجاهات سانوية لا تغير الاتجاه هذا الاتجاه الهابط لم يغير اتجاه الصعود سأتوقف الآن مع أول ستينك في الحلقة وأتابع الآن حانا وقت الاتجاه الهابط لأننا تكلمنا عن ثلاث اتجاهات بالأسعار بالنسبة للاتجاه الهابط بداية يجب أن أرسم خط اتجاه أخذ الكمم الهابطة نحن شعرنا بالصعود أخذ الكعان الصاعدة هنا الكمم الهابطة ماذا يعني ذلك؟ يعني السعر مثلا وصل خمسين ريال ثم تراجع ثم عاد وارتفع مرة جديدة ولكن لم يصل إلى خمسين ريال وصل مثلا إلى أربعين ريال لم يستطع أن يتماسك عند الأربعين ثم تراجع مرة جديدة إذن القمم لا يستطيع أن يعود مرة جديدة إلى قمة أعلى من الثانية ماذا يعني ذلك أيضا؟ يعني اللي شاركين عند هالمستويات اللي هنا وتعلق رجع نزل السوق فيه ورجع ارتفع وكان متوقع أنه يرجع يصل له الأسعار وكان منتظرة ولكن لم يصل إلى السعر اللي هو شارف فيه وبالتالي ضل متعلق كل هذه الفترة ولم يتراجع أكتر كمان بيضل متعلق كل هذه الفترة هذا هو الخط الاتجاه الهابط وهذه هي الكمم الهابطة لا تستطيع الكمم مثل القاع لا تستطيع أن تخترق هذا الاتجاه الهابط إذا اخترقت هذا الاتجاه الهابط ممكن أن يكون فيه تغيير بالاتجاه ويصعد إذا لاحظوا كيف صعب أنه تقدر تخترك الاتجاه الهابط أحيانا مثلا هون إذا 50 ريال وهون عند 40 ريال ولا يستطيع أن يخترك اتجاه الهابط هو بحاجة إلى أن يتراجع إلى 20 ريال ثم يخترك الاتجاه الهابط من هنا مثلا من 25 ريال وبالتالي يصبح فيه ممكن اتجاه صاعد. إذن الخط الأحمر. الخط الترند هذا الاتجاه الهابط صعب. أحيانا يحاول مرة لا يستطيع مرتين أو يضرب بالخط ثم يتراجع مرة أخرى. يصطدم فيه ويكون خط قوي. مقاومة. يقاوم الأسعار. لا يسمح لها بأن تخترق هذا الترند. وبالتالي تنحص الأسعار ويذهب باتجاه الهابط. ممكن يروح سنوات. ممكن يروح شهور. ممكن يروح أسابيع طويلة. طول خط الترند هو الذي يحدد. انتهينا من الاتجاهات السلاسة للأسواق. طبعا بالأسواق دائما يكون فيه إشياء اسمها دعم ومقاومة. يعني الأسعار عندما تتراجع تتراجع. ثم تصل إلى منطقة. لا يتدخل بعض قوة شراء كبيرة جدا. تشتري عند هذه المستويات. تعتبرها أنه صار فيه مغالات بالبيع. وأيضا بنفس الوقت الذي يكون عارض الأسهم يمتنع عن البيع عند هذه المستويات. وبالتالي يساعد قوة الشراء أن ترتفع الأسعار. إذن هناك دعم ومقاومة. نفس الشيء بالمقاومة. والأسعار ترتفع بقوة. ويظهر أن هناك أشخاص خلاص. بلاحظة أن هذه الأسعار خرج أن تباع. وبالتالي يجب جاني الأرباح عندها. لأن هذه الأسعار ليست للشراء. وبالتالي لا تستطيع أن تخافز على هذه المستويات. يجب بايعها. وأيضا يحصل أنه عند هذه المستويات كمانا بيدخل بعض الشارين. ولكن ليس كثيرا. يلي بيدخل بيكون بينباع له وبيتعلق تعليقها كبيرة جدا. ولكن أيضا المهم بالدعم والمقاومة أنه بيحصل بسيطة تبادل أدوار. ماذا يعني ذلك؟. يعني كان عندنا هون دعم للأسعار. ومقاومة. ثم لمن اخترقنا خط المقاومة. ماذا حصل؟. الذي حصل أنه رجل صار خط المقاومة هو خط دعم. وعندي مقاومة أخرى. إذن دعم مقاومة. هذه المقاومة أصبحت دعم. وصار عندي مقاومة جديدة. وأنا عندي هذه القناة الأفقية. يتحرك فيها. وعندي قناة ثانية هنا. إذن صار فيه تبادل الأدوار بين الدعم والمقاومة. وبالتالي هون. لأنه صار عندنا منطقة جديدة يتداول فيها الأسعار كلها. انتهينا من مقصد الدعم والمقاومة. وشرحنا أنه ليش بيصير فيه دعم. وأيضا ليش دائما عندنا مناطق اسمه مقاومة. أذهب إلى النقطة التالية. ودائما لأنه في بعض الأسعار تتحرك ليس فقط بطريقة عشوائية. لماذا؟ لأنه باخد مسلسات وباخد علم. سنرى سارية علم ومسلسات وما إلى ذلك. بداية سأخذ المسلسات المرتفعة. بالنسبة إلى المسلسات المرتفعة. لاحظوا هذا المسلس. نشاهد أن الخط أفقي من فوق. وأيضا الضلع بيكون صاعد هنا. ونشاهد أن الأسعار تتحرك بشكل ضيق جدا. جدا جدا داخل هذه المسلسات. وعند الاختراك يحصل أنه ممكن يصير فيه صعود. ولكن هنا نشاهد أنه نوع من تنفجر الأسعار في هذه المنطقة. تنفجر خصوصا هنا أدما الأسعار تنحصر ضمن نطاق دايق. وبالتالي تريده أن تأخذ اتجاها إلى صعود. هذه كانت المسلسات المرتفعة. وتأتي أيضا من اتجاه صاعد. ثم الأسعار فورا تنحصر داخل هذا المسلس. ومسلس مرتفع لأنه يتابع الصعود. من بعد هذه موجة الارتفاعات دخل بالمسلس هون. صار فيه اختراك. طبعا صار فيه تداول ضيق عدة وقت طويل جدا. ثم اخترق وصعد. هذه بعض النمازج. طبعا ستشاهد هلأ أيضا شكل ثاني. وهو خلينا نشاهد هلأ بالتراجع ماذا يحصل. وعمل نشاهد هون أيضا كمان أنه بالنسبة إلى المسلسات المتماثلة. بالنسبة إلى المسلسات المتماثلة. الفرق أنه دائما معنا أنه حال انحصار بالأسعار. ولكن ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها. الفرق أنه الخط هون ما هو خط أفقي. الخطين هنه مائل. هذا الخط مائل والخط الثاني مائل. وبالتالي الكمم هنا لاحظوا تنخفض. والكعان تصعد. ولكن الكمم تنخفض. لأنه الخط لاحظوا كيف هو مائل. وبالتالي عنده الاختراك ضمن نطاق ضيء. ما هي المدة التي ممكن أنه يدول فيها داخل هذا المسلس؟ ممكن تكون طويلة أيضا. ولكن دائما ما منلاحظ أنه يكون فيه خط اتجاه دائما قبل. أذهب الآن إلى أيضا نموذج آخر. سنشاهده سويا بالنسبة إلى الراية المرتفعة والراية المنخفضة. ولكن دعوني أتوقف مع أيضا ستينغ وأتابع. الآن مشاهدينا هناك الراية وعدة نمازج أخرى. ولكن دعوني أذهب إلى النمازج. بعض النمازج هناك الكثير من. النمازج يشكلها السعر. وبالتالي أنه ممكن يعطيني نوع من اقتراح. أو ممكن تكهن ماذا سيحصل. طبعا هذه الأشياء تحصل ليست مئة في المئة نعود ونكرر. وإنما تعطي بعض الأفكار. حيث فيه راس وكتفين. وفيه مقلوبين وراس وكتفين. هذه من أشهر النمازج. ما هي؟ هي إجمالا ثلاث كمم. وكمة عالية وكمتين تحت الكمة. مثلا راس وكتفين. وكتفين. لدينا الراس. الهد والليفت شولدر والرايت شولدر. وهناك خط الرقبة. الذي نشاهده هنا. وبالتالي أول تشكيل للكتف الأيسر. وهنا الرأس. تشكيل الكتف الأيمن. يأخذ وقت طويل. أحيانا يأخذ وقت أكثر من الكتف الأيسر. وبالتالي رحزه كمة هنا. كمة ثالثة هنا. وكمة أخرى هنا. وهذه هنا تأخذ وقتا طويلا. وهنا خط الرقبة. إذا تم اختراق الخط. وأيضا كان هناك تأكيد بالاختراق. وكان اختراق مع كميات عالية من الأحجام والتداول. كسره سيعطي مبدئيا حدف. أنه يأخذ اتجاه المسافة من خط الرقبة إلى الرأس. لازم يتراجع السعر من خط الرقبة بنفس المسافة. وبالتالي بتكون هي أول الأهداف. طبعا منقول أنه ليس فورا سيتراجع بسقوط حر. ولكن ممكن أنه يأخذ عدة أوقات. يصعد يتراجع. يستراجع. ولكن عنده هذه الأهداف. إذا تأكد النموذج. عدم اكتمال الكتف اللي شهده الأيمن. يلغي فورا هذا النموذج. وبالتالي ليس له معنى إطلاقا. وهنا الأهمية دائما هي تشكيل الكتف الأيمن هنا. ويأخذ وقت طويل. وإذا كسر خط الرقبة. وإذا الكسر هو حقيقي وليس وهمي. ومع أحجام تعاملات عليه. يعني فيه شروط كبيرة جدا. ما تتحققت. لديك أهمية الربح. لديك أهمية الربح. هي نفس المسافة. سأتوقف مشاهدين مع فاصل. أفصل البمين. مش قسمين. ثم أعود مرة جديدة إلى التحليل الفاني. هذا البرنامج برعاية أمانة كابيتل. هذا البرنامج برعاية أمانة كابيتل. مشاهدين مرة جديدة. أهلا وسهلا فيكم في الفقرة الثانية من حقيبة جو. دائما الموضوع هو التحليل الفني. حاولت أنه نغطي كل شيء حتى اللي ما بيعرف أي شيء بالتحليل الفني. على الأقل يكون عنده الحد الأدنى من المعلومات أنه يقرأ الشرط على الأقل. كنا وصلنا بالفقرة الأولى. أخذنا عدة مصطلحات. أصل إلى الرأس والكتفين. شرحناهم. ولان أأخذ نوع من المثال على هذا الرأس والكتفين. لاحظوا مثلا بداية عندنا اتجاه صاعد. طبعا الاتجاه يصعد يتراجع عدة كمم وكعان. لا أهتم بها كثيرا. المهم عندي أنه يكون فيه الرأس ثلاث كمم. كمة أولى الأعلى. والكمة الكتف الأيسر والكتف الأيمن. طبعا هذه هي ثلاث كمم. الرأس هذا الكتف الأيسر والكتف الأيمن. تشكل. لاحظوا تشكل. أأخذ خط الرأبة بين الكتف الأول والكتف الثاني. وبرسم خط الرأبة. من بعد ما رسمت الخط الرأبة اللي هو النك لاين. يحصل هناك كسر للخط. إذا كسر الخط مع كل الشروط كنا زكرناها. لاحظوا الكسر. ثم يعود يصعد. أنه ليس فورا سيكون فيه التلاجعات. ولكن كسر هو مؤشر إلى أن الأسعار ستأخذ اتجاه جديد. ما هي حجم المكاسب ستكون أو الخسائر هنا؟ الخسائر هي لاحظوا أنه من هذا الخط. من هذه النقطة إلى خط الرأبة. نفسها سيكون فيه نزول من الكسر إلى نفس المسافة على الأقار. وبالتالي أخذ اتجاه تراجع. حتى لو صار فيه كمب. لاحظوا هون حاول أن يعود مرة جديدة. وممكن أنه يصطدم بخط الرأبة أو يصطدم فيه. ومرة جديدة عاد وتراجع بقوة. ولاحظوا هون الارتفاعات قوية. ينسوا العالم هون والأشخاص أنه هذا النموذج يكتمل. ولو لم يكتمل. إذن هذا كان مثال حي على الرأس والكتفين. أذهب الآن إلى أشياء أخرى. مثلا دائما مع الرأس والكتفين. ولكن هذه المرة مقلوبة. يعني الرأس تحت مقلوبة لأنه فيه سعود. وبالتالي ماذا يحصل؟. اللي بيحصل لأنه يكون فيه عندي اتجاه غابط. لازم يكون فيه اتجاه. لازم يكون فيه اتجاه. قبل تشكيل النموذج. طبعا جايي أنا باتجاه غابط. يعني الأسعار عم تتراجع على مدى فترة. لا بأس بها. ثم تكون أول كتف. هون الأيسر عم نشاهد. وبالتالي أول قاع. هون ما بقى عندي قمة. عندي قعان. وبالتالي حيكون فيه عندي ثلاثة. أول قاع. تاني والتالت. وبالتالي هون. هيدا يزكون الأقل. هذا أول قاع ارتد. ثم سجلت مستويات أقل من القاع اللي قبله. ارتد مرة جديدة. ولكن بثالث مرة صار فيه تراجع. ولكن كيف حصلها؟ حصل أنه عندي قاع أعلى من القاع اللي سجلها بالوسط. يعني لم تقل الأسعار إلى أكل نقطة. وبالتالي صار عندي ثلاث كعان. واحدة. اثنين. ثلاثة. رسمت خط الرقبة. وما أنه هذا مثل شخص. ولكن بصورة مقلوبة. وبالتالي المسافة من الرأس إلى خط الرقبة. عند الاختراق وكل هذه الشروط التي ذكرتها أيضا من قبل مع الرأس والكتفين العاديين. لازم السعر يرتفع لفوق. قد يجب أن يرتفع من الرأس المسافة إلى خط الرقبة. لازم عند الاختراق هنا. عم يشاهد. لازم يرتفع نفس المسافة. إذن ممكن الناس تدخل وتشتري بهذه المسافة. تقول أنه تأكد اكتمال الناموزج. وهذا رأس وكتفين مقلوبين. مقلوبين. وبالتالي هلأ سيأخذ على الأقل هنا. ممكن الناس تشتري هنا وتبيع هنا. ولكن هناك ناس أكتر وأكتر تشتري عند الرأس. أو عند هذا القاع. ممكن عندك أشخاص اشترت عند الكتف الأيسر. وبالتالي ارتفع لم يبيعوا. كسبوا ولكن لم يبيعوا. تراجع فيهم السوق لم يبيعوا. اكتمل أيضا مرجل لم يبيعوا. وانتظار كان طويل جدا. الفرق بين يلي اشترى هنا أو عند الرأس. أنه انتظر أكثر من الوقت. بينما الذي يدخل ليكون هنا يوفر الكثير من الوقت. ولكن دخل على مستوى أعلى. وبالتالي الذي يدخل عند الرأس. مكاسبه أكثر بكثير. ولكن انتظر وقت أطول. ولكن هنا كانت المكاسب جيدة. ولكن بوقت أقل. يعني يكون يمكن يشتري أو يدول بغير أشياء. إذن هذا هو النموذج الرأس والكتفان. مقلوبين انتهيت منهم. وانتهيت من الرأس والكتفين. التي هم بالطريقة الصحيحة. سأتوقف مع ستينغ وأتابع. أصلا الآن مشاهدين إلى عندما تصل الأسعار مرتين. يعني مثلا الأسعار ترتفع ترتفع تسجل القمة. ثم تتراجع. ثم يعود ويحاول مرة جديدة أن يعود إلى نفس القمة أو نفس المستوات. كيف ذلك؟. بيكون في عنده اتجاه صاعد. يصعد تصعد الأسعار. لاحظون الأسعار تصعد. ما بهمني شو الطريقة اللي عم تصعد فيها. اتجاه صاعد. بوصل أول مستوى قمة. ثم أتراجع. ثم مرة جديدة يعود الأسعار إلى نفس المستوى. بعمل نوع من دابل طوب أو قمة مزدوجة. يعني مرتين بسجل السعر. ثم بعدها يتهاوى. حدف النزول هو نفس المسافة. تقريبا هو يعني مش رأس وكتفين. لاحظة هناك عنده قمتين. هناك عنده ثلاثة. اللي تكتفوا رأس وكتفوا ثالث. ولكن هنا تختلف الأمور عنده قمتين. بنفس المستوى. بينزل بنفس المستوى. يصبح فيه كسر أيضا لهذا الخط. هذه هي القمة المزدوجة. أذهب الآن إلى لموزج آخر. وهو الدابل بطن أو القاع المزدوج. يعني مرتين يسجل نفس المستوى. يجب أن يكون فيه اتجاه. لذا لم يكن هناك اتجاه. لا تزبط. عندي اتجاه. عندي اتجاه هبوط. لاحظوا خطة راند. تكلمنا عنهم. القمم التي هي هابطة. دائما أسجل أول قاع. هنا. وسجل ثاني قاع. وبالتالي مرتين. مثلا أقول هون عندي قعان مزدوجة. دابل بطن. في منهم بيشتروا على الثاني. لأنه يتأكد أنه عند الثاني لم يستطع أن يكسل. وبالتالي خلص سيغير الاتجاه. وبالتالي أمل مثل جزيرة. جزيرة أسعار. تراكم ليصعد مرة جديدة. لاحظوا هون. عند الاختراق يذهب بنفس المسافة. هذه موديل أو نموزج. القاع المزدوج. تحاين من مرتين طوب. مرتين بطن. يعني مرتين كمم. ومرتين تعود الأسعار. يعني مثلا أيضا حدا نشترى سهم من الأسهم الخليجية. وصل عند قاع معين. ثم صعد السوق. ثم عاد وتراجع. عند نفس المستوى وارتد منه مرة جديدة. ولكن على فترة زمانية. في منهم يدخلوا على القاع الثاني. لأنه سيكون فيه رفعة مهمة جدا. إذا تشكل هذا النموزج. مثل ما نتحدث. انتهينا من القاع المزدوج. وانتهينا هون. سنرى أكثر صورة واضحة جدا. لاحظوا على كل الفيديو وال. عم نشاهد على الفيديو وال هون. على القاع. لاحظوا قاع أول. قاع ثاني. هذا القاع الأول. القاع الثاني. تاب البطن. لاحظوا بيكون فيه اتجاه. شاهدتوا هذا الاتجاه. الهابط. أول قاع. صعدة. في منهم يبيعوا هون. يتردد بالشراء مرة الثانية. يخاف. يفوت الفرصة. يمكن يرقد ويلاحق السهم هنا. ولكن فيه أشخاص. بس يسجل القاع هنا. تشتري هون وهون وهون. لأنه يتأكد أنه أخذ اتجاه. هكذا بيكون. يعني شاهدنا هذا المثال الحي عنه. يمكن ما بقش فيه كثير وقت الخلقة. تقريبا. لدينا بعض نموذج آخر. انتهينا من الدبل بطن. سيأذب إلى. في عدة نمازج طبعا. كنا نتكلم كمان عن الرأي. ولكن كما قلت في حلقتين. سنغطي قدر ما نستطيع عنهم. نتكلم عن المثلثات المرتفعة. شاهدناهم. كيف ترتفع. وكنا نتكلم عنهم. المثلثات المتماثلة. يعني الخطوط ليست. ليس هناك خط أفقي. الخطين مائلين هنا. كمان تكلمنا عنهم. لاحظوا هناك البريفينج سريع. كنا وصلنا عند الراية المرتفعة. والراية المنخفضة. إذا فيه وقت سنتابع. ولكن ستناولون هذه الأشياء بالحلقة الثانية. لأن هناك حلقتين من التحليل الفني. لا أستطيع أن نغطيهم بطريقة شاملة. إن كان نمازج. بالحلقة الثانية سيكون هناك شموع. وفيه الراية. وفيه أيضا حاول إليوت. موجات إليوت. وفيه مؤشرات التي تساعد الأسعار. أيضا نستطيع أن نقرأها. هكذا نصل لنهاية البنامج. بس بدي أذكر بكيفية التواصل سناب والتويتر. وموقع القناة. طبعا مشرفني متبعدكم على التويتر. أد جو أندرسكور هوا وان. كمي على سناب جو هوا وان. نفس الشيء. وموقع القناة. ممكن تشاهدوا أرشيف حلقات سابقة. شكر الموصول لفريق البنامج. سلمان زيندين على الإخراج. نجيب خوري على التصوير. وماجد عسي جي وعلى مجدانين الصوت. شكرا المشاهدين. من جمتين معكم مرة جديدة. هذا البرنامج برعاية أمان كابيتر.